عملية أمنية موسعة تطليقها ميليشيا الحشد في محافظة ديالا بذريعة ملاحقة عناصر تنظيم داعش هكذا جاء الإعلان وكذلك تكون التبريرات لكن سيرات تلك العمليات تنبئ عن واقع أخطر يستهدف المدنيين بشكل ممنهج قتلا وحرقا وتهجيرا بدأت بقرية نهر الإمام وتوسعت لتشمل القرى المجاورة لها مدنيون يرون بعضا من يوميات الجحيم التي عاشوها أثناء ابتحام الميليشيات لقراهم قتلوا الكبار والصغار وضربوا النساء وحرقوا المنازل مع سيل من الشتائم والألفاظ الطائفية التي تكشف عن عقلية من يتحكمون بمصير العراق لا ندري ولا نعلم لا نحسي أننا للطاق صار فوق روسنا نريد أن نطلع ما نقدر هذا كلهم شردوا الوليادات في البستان خلصناهم شايتوا علينا راسا رادي يخذ هذا الولياد من عندي ذبينا رواحنا عليهم هاي ضربوها عليها واللورة ما ذيتش بنتي فشخوها خلوها دمها يجري هسان انتخي هذا ذراعي أزرق راسي مفشوخ علي الشمس سوي نحنا لا ندري لا نعلن وراسا نحطوا النار بالبيت وطلعوا ندفرات دعونا غمام وطاق دشو علينا للبيت كتلونا كتلو انتي بناتي كتلو كنتي فشخوها أنا ضربواني خلواني يرمو الضاخر بيت متت شاني واحد مثل الجهل شاني وذبني بتشون وحطاني النوبو جمعونا يرجون يرمونا الشهادات التي حصل عليها مرصد أفاد هي جزء من حديث طويل امتنع المدنيون عن إظهاره خوفا من الانتقام الميليشيوي ردود الفعل الحكومية تتجاهل تماما جرائم الميليشيات ووفودها إلى المنطقة تتعامى عن رؤية المنازل المحروقة والممتلكات المدمرة لتكتفي فقط بالتحذير من عواقب ما يحصل في ديالا دون أن تشير إلى أصل من يهدد السلم الأهلي جرائم قرى المقدادية عند الحكومة ستطوى كغيرها من الجرائم ويستأنف باسم الحرب على داعش مشروع التغيير الديمغرافي لكن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة المنتظرة ستنصف المدنيين يوما ما